موسيقى أهلا بكم والبداية من مأرب حيث تتواصل المواجهات بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثية الإرهابية من جهة أخرى في جبهات متفرقة هناك قد أكدت مصادر عسكرية بأن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة خلال تجدد المواجهات مع الجيش على امتداد جبهات القتال جنوبية مأرب بالتزامن مع غارات الاتحالف السهدف التعزيزات وتجمعات حوثية في ذات الجبهة في وقت سابق من يوم أمس أكد قائد اللواء 55 مدفعية العميد الركن علي الحميدي أن قوات الجيش خاضت معارك بطولية وباتت تسيطر على مواقع حاكمة في مختلف الجبهات الجنوبية كما تمكنت خلال تلك المعارك من تضييق الخناق على الميليشيا وقطع خطوط إمدادها تجاه جبال ملعا بين حريب والجوبة أصلت لجنة برلمانية أعمالها لليوم الثاني على التوالي بزيارة لجبهات القتال شمال غربية مأرب ضمن مهامها لتقصي الوضع العسكري للجيش الوطني وطلع العميد الركن منصور الزافني اطلع على عمليات المنطقة العسكرية السابعة وقيادات ميدانية في الجبهة كما اطلعت اللجنة البرلمانية على تقارير موجزة عن سير العمليات العسكرية وذلك بعد يوم من لقاءاتها قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أنتم من تقومون بأقدس الواجبات وأنتم أكرمنا جميعا أنتم تجدون بأموالكم ودماءكم في الدفاع عن هذا الوطن وأنتم تؤدون أسمى وأقدس رسالة وأسمى وأقدس مهمة وطنية أنتم حملت شعلة الثورة والجمهورية بهذه الوجوه الطيبة وبهذه الدماء الشابة يتم الحفاظ على ثورتنا وعلى جمهوريتنا في مواجهة قوات المجلسية الكهنوتية نحن إن شاء الله حين نرى في وجهكم نرى إن شاء الله علامة النصر بإذن الله تعالى أنتم من يدافع على الوطن وأنتم من يدافع على الجمهورية وأنتم من مؤمننا داخل بيوتنا نحن راقدين وفي بيوتنا نتبع أخباركم وأنتم حراس اليمن وحراس الجمهورية إن شاء الله نصر على أيديكم وربنا معكم وأقول لكم أن غيركم رصيدة هي أما مال يا أما رحاف الدنيا يا أما مرتاح لكن رصيدكم رصيد وطني وهذا رصيد الوطني هو أهم المال وأهم القصور وأهم الفلال والله لا يضل إلا ذكركم أنتم ولا يفتخر واحد إلا أبوكم تجددت المواجهات العنيفة اليوم الخميس بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهات حجة وقد قالت مصادر ميدانية إن المواجهات التي تدور شرقية مدينة حرض وفي جبهة بني حسن في عبس أسفرت عن مصرع القيادي ومشرف الميليشيا في أفلح الشام المدعو ناصر يحيا هبة وذلك بعد أيام من مصرع شقيقه يوسف إلى ذلك دمرت مقاتلات التحالف عربة دخائر ومخزنا كبيرا للأسلحة إلى جانب عدد من العربات العسكرية في حرض وعبس منذ عدة أسابيع تخوض قوات الجيش الوطني مواجهات ضارية مع الميليشيا الحوثية في مديريات حرض وعبس وحققت خلال تلك المعارك تقدما ملحوظ كما نجحت في القضاء على مئات العناصر الإرهابية أفادت مصادر قبلية بفشل الميليشيا الحوثية الإرهابية في حملات تجنيدا لأبناء قبائل محافظة حجة بعد المجازر المروعة التي تعرضت لها شمالية المحافظة ووفقا للمصادر فإن القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي قاد حملة تحشيدا وتجنيدا في مدينة عبس استمرت لثلاثة أيام وعقد لقاءات مع مشايخ القبائل وألزم كل واحد منهم بتجنيد سبعين فردا تمهيدا للدفع بهم إلى جبهات حرض وعبس إلا أنه لم يلقى استجابة من رجال القبائل كما كان يتوقع المصادر أكدت بأن قيادات الميليشيا الحوثية توعدت رجال القبائل الذين رفضوا حشد المقاتلين إلى جبهاتها مشيرة إلى أن القبائل عبرت عن رفضها إغراق المنطقة الساحلية في حجة بالحرب أصيب مدنيان اثنان بانفجار لغما زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية في الجو وقال المرصد اليمني للألغام إن مدنيين اثنين أصيباب انفجار لغما للميليشيا أثناء مرورهما على متن مركبة مدنية بالطريق الصحراوي في منطقة الريان بخب والشعف وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم وهو العدد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية بيانات إدانة محلية ودولية واسعة رفضا لأحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد عدد من المختطفين في زجونها وأحكام أخرى تنوعت بين السجن من خمس إلى ثماني السنوات فهل بيانات الإدانة كفيلة بإنقاذ المختطفين من سجون الميليشيات؟ إنهالت بيانات الرغض والإدانة عقب إصدار ميليشيا الحوثية الإرهابية أحكاما بإعدام عدد من المختطفين في سجونها أحدهم مدير مدرسة أهلية في صنعاء إضافة إلى أحكام أخرى تقتضي بحبس مختطفين لديها لمدة ثماني سنوات وآخرين لمدة خمس وسبع سنوات بعد أن قضوا مدة لا تقل عن ست سنوات مخفيين قسرا في سجونها المحشوة بالموت وصياط التعذيب محليا ندد حزب التجمع اليمني للإصلاح بأحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيا بحق عدد من أعضائه في أمانة العاصمة داعيا المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والمبعوث الأممي لإدانة هذه الجرائم مطالبا النائب العام للجمهورية بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيا وإحالتهم للقضاء حتى ينالوا عقابهم الرادع دوليا جاءت البيانات كلها مطالبة الميليشيا الحوثية بالتوقف عن أي قرارات إعدام أصدرتها بحق المختطفين كمدير مدارس النهضة في أمانة العاصمة فهد السلامي وصادق المجيدي وخالد العلفي وآخرين منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان والتي تتخذ من أمستردام مقرا لها الحوثية بحق المختطفين مؤكدة أنهم حكموا خارج نطاق القانون وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس وهو ما دأبت عليه الميليشيا للنيلي من المعارضين السياسيين من طالتهم أياد الاعتقال القصري للميليشيا المركز الأمريكي للعدالة أدان هو الآخر قرارات الإعدام الحوثية وقال في بيان إن الإفراج عن أحد المحكومين بالأعدام وهو خالد العلفي في وقت سابق بصفقة تبادل للأسرة قال إنه دليل على انعدام نزاهة ومشروعية إجراءات المحاكمة الحوثية التي تمثل استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء والتي تفتقر للشرعية والمشروعية كما تقول مصادر حقوقية الاتحاد الدولي للصحفيين بدوره طالب رئيس هادي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الصحفيين الأربعة المحكومين بالإعدام من قبل ميليشيا الحوثية وهم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري الذين باتوا يواجهون خطرا داهما بتنفيذ حكم الإعدام الحوثي بعد أن تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ اعتقالهم كما جاء في بيان الاتحاد مطالبات من هنا وبيانات إدانة من هناك ولكن السؤال الأهم الآن هل تنجح هذه الأصوات المنددة بثني الحوثيين عن تنفيذ جريمة الإعدام؟ وماذا في جعبة المجتمع الدولي ليفعله إنقاذا لهؤلاء المختطفين غير التنديد والمطالبة تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية احتجاز مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في الجوف ومنعها من الوصول إلى صنعاء والمحافظات التي اتقاع تحت سيطرتها وذلك في ظل أزمة خانقة تشهدها تلك المناطق وأكدت المصادر بأن الميليشيا مستمر في احتجاز أكثر من ستمائة ناقلة محملة بالبنزين من بين منطقة حويشان واللبنات شرقية الجوف يتهم مراقبون الميليشيا الحوثية بتعمد تعميق أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بهدف إجبار المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء التي تعتبر موردا هاما لإثراء قادتها أصل خمسون جريحا من عدة محافظات يمنية إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان بغرض الرعاية الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية وقال عضو مجلس إدارة المركز العربي محمد الخزرجي قال إن هذه هي الدفع الحادية عشر من الجرحة مبتورية الأطراف من عدة محافظات يمنية بإجمالي 700 جريح وقد استفادوا من خدمات المركز منذ الافتتاح عام 2020 يذكروا أن عملية إعادة التأهيل في المركز ستتم وفق معايير عالمية بالتعاون مع شركة أوبتوك الألمانية وبإشراف مدربين أجانب وكادر متخصص المعانا كانت شوية صعبة أول شيء بداية البتر تكون معانا شوية صعبة وضوضة والحمد لله الله عان تعودنا على الشيء هذا وعلى كل شيء كنت تحرك عني في الصعوبة هو الشيء في عكاز وصعوبة وحيانا طيح وحيانا فلت نعني كأننا حسيناه في بلادنا الثاني يعني مش حسيناه نحن واجيين عمال للعلاج ولا شيء يعني يقدموننا بدون أي مجاملة جهود ما قد شفناها بأي دولة نرجو من السلطات والمنظمات والخيرية أن تقتضي في الدولة هذه يعني كنا نتوقع نحن وصل في معانا وفي كل شيء وصلنا تخيل نفسنا كأننا في بلد يعني كأننا في بلادنا الثاني طيبة وخفف لتخفيف معاناة المعاق اللي معانيه في ممارسة حياته الطبيعية ونتمنى إن شاء الله أن نجد اختلاف وراحة في الطرف لممارسة الحياة أولا نشكر سلطنة عمر على استضافتنا وعلى تسهيل دخولنا والمعاملها الطيبة وهي سلطنة الخير يأتي منها الخير فهي دولة جويرة ودولة صديقة ولم يأتي منها إلا كل خير بغن أم برنجي قروبموزو كارشلوز نحن هنا في استقبال دفع الحاديث عشر عائلة المركز العربي للأطراف كبرت دفع جديدة لدينا كادردو خبرة عالية ومتمرس ولدي عدة سنوات من الخبرة الطويلة وصلنا إلى مرحلة عالية من جودة صناعة الأطراف الصناعي تدارس مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه مساء الأربعاء في عدد من الأفكار والرؤى الخاصة بالإجراءات الحكومية للتعامل مع قرار مجلس الأمن رقم 26-24 وقد دعا المجلس المجتمع الدولي والإقليمي إلى ترجمة القرارات الأممية على مستوى بلدانه عبر إصدار القوانين التي تصنف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية وتشديد العقوبات عليها وناقش المجلس عددا من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الأمن والبناء على السمرار الإجماع الدولي تجاه الأزمة في اليمن وذلك نحو تسريع جهود استكمال السعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في خطوة هي الأولى من نوعها وإن جاءت متأخرة من مجلس الأمن بوصفه الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية إلا أنها تمهد الطريق لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى لطالما أظهرت ميليشيا الحوثي الإرهابية استعدادا كاملا للويشاية بالشعب اليمني أمام العالم ووصم اليمنيين بالإرهاب كي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وكيلا لها في اليمن لكن المبالغة في استخدام مصطلح الإرهاب واللعب بناره يحرق صاحبه في مرحلة من المراحل اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2624 تحت البند السابع بتصويت 11 دولة بما فيها روسيا وامتنعت أربع دول هامشية عن التصويت القرار بحسب موقع الأمم المتحدة يصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية مدرجة على نظام العقوبات الذي جدده المجلس في ظل حظر توريد السلاح حظر قد لا يكون له أي معنى في الواقع بالنظر إلى أن الأسلحة تصل للميليشيا عبر التهريب لكن أهمية القرار تكمن في كونه استهدف الحوثيين كجماعة وليس أفراد كما أنه بحسب محللين قد يماهد الطريق لتصنيف الجماعة في لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى هكذا صارت ميليشيات الحوثي توصف بكونها إرهابية بإجماع العالم ويصبح كل من يقترب منها معرضا للخطر والعقوبات وهو تصنيف يبدو متأخرا بالنظر إلى سنوات من الحرب الحوثية التي مارست إبادة سياسية وجسدية واقتصادية واجتماعية وفكرية بحق اليمنيين إذ أن الإرهاب الحوثي بدأ مبكرا في صعده وتصاعدت حدته أكثر منذ ثمان سنوات لكن تصنفه مؤخرا من قبل مجلس الأمن يثير أسئلة حول الأسباب التي جعلت المجتمع الدولي يغير من لهجته تجاه الحوثيين في الفترة الأخيرة كما يتضح في مضامن القرار الأخير رغم أن ممارساتهم هي نفسها منذ البداية قال رئيس دار الأوبرا المصرية دكتور مجدي صابر إن حفل نغم يمني على ضفاف النيل هو أول حفل يمني من نوعه يقام في دار الأوبرا المصرية ويقدم الألوان الموسيقية اليمنية في قالب أركسترالي وقد وصف الدكتور مجدي صابر الحفل بأنه تجربة هائلة وممتازة مشيرا إلى أن تقديم السمفونيات التراثية يثبت أن اليمن يمتلك الكثير من الموهوبين والقادرين على تقديم سمفونيات بمستوى لا يقل عن الأوروبيين الذين يقدمون هذا اللون من الموسيقى اذكروا أن حفل نغم يمني على ضفاف النيل يقام بدار الأوبرا المصرية في العاشرة من مارس الجاري ويهدف إلى تعزيز ونشر الموروث الغنائي والموسيقي الشعبي ودمجه بالموسيقى الأوركسترالية وتعزيز التواصل بين الشعوب والثقافة السمفونيات اليمنية أول حفلة يمنية تقام عندنا ونحن نتمنى أن لا تكون أول حفلة وآخر حفلة بحفلات كتير إن شاء الله أنا شايف أن الموضوع رائع وعبقري ده حقيقي وتجربة هائلة وممتازة ويبين قد إيه أن الوطن العربي واليمن فيها موهوبين يقدروا يقدموا سمفونيات رائعة ومش أقل من الأوروبيين اللي بقدموا سمفونيات بل بالعكس بتبقى لها مزاق خاص مزاق الشرق مزاق طبع البلد اللي بتقدم منه أنا شايف أن دي تجربة رائعة جدا 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 وطبعا نتقدم في دار الأوبرا ده ما كانوا استمرارا لأعمال برنامج إعداد خارطة طريق لقطاع الشباب في تعز نظم مكتب الشباب والرياضة ومنظمة كير وورشة عمل مشتركة بين المكتب وعدد من مكاتب التعليم والجامعات أقد شارك في الورشة المشتركة مكتب التربية والتعليم إضافة إلى التعليم الفني والمهني والجامعات الخاصة وركزت ورشة هذه الورشة على أهمية التعليم ودوره في تأهيل الشباب في عدة جوانب تربوية ومهارية كما ناقشت عددا من البرنامج التعليمي والمهني والحرفي التي يتناسب مع احتياج السوق العمل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب نال الباحث اليمني فهد القباتلي درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة الرباط الوطنية السودانية عن أطروحته حول دور استراتيجية كايزن في تحسين الأداء المؤسسي بالجامعات الحكومية اليمنية أقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بأهمية الرسالة العلمية ثمنت مجهود الباحث العلمي وتميزه واعتبرت الأطروحة رافدا علميا مهما في تحسين الأداء المؤسسي بالجامعات الحكومية اليمنية توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء بالمرتفاعة الجبلية والهضاب الداخلية واحتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية خلال الاثنتين عشرة ساعة المقبلة وقد قال إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعد شمالا وحتى لحج جنوبا وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وحذر سائقية المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشاكل شابور المائية أو الضبر نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها تواصل المواجهات بين الجيش والميليشيا الحوثية في جبهات متفرقة بمأرق قتلى وجرح من الميليشيا الحوثية بمواجهات مع الجيش في حجر إصابة مدنيين اثنين بانفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية في الجو ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة